اشتركوا في القناة في منافسة المصارعة وزن سبعة وتسعين كيلو جراما وأكد صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء الفخرة والاعتزاز بالنجاحات المتوصلة والمستويات المشرفة التي قدمها فريق البحرين في أولمبيات باريس الفين واربعة وعشرين والتي تأتي ثمار الدعم والاهتمام اللامحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منوها سموه بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الحثيثة وحرص سموه المستمر على أن تكون مملكة البحرين في الطليعة على الدوام معربا سموه عن تقديره لجهود كافة منتسب الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ومساعيهم الدأوبة بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مختلف المحافل والأوساط الرياضية معرب سموه عن خالد ستاني لكل من حرصه على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل اسهاما مهما في رفع حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية ترجمة نانسي قنقر